موسيقى مساء الخير تحية من صوت لبنان موسيقى ما يزال مسار التأليف أسير العقد والفيتوات المتبادلة ولا شيء في الأفق يشير إلى قرب الولادة الحكومية في ظل جبل من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تحاصر اللبنانيين كيف السبيل لانتظام العمل السياسي والتشريعي والمؤسستي وأي حلول ممكنة كيف السبيل للفصل بين السياسي من جهة والدستوري والقانوني من جهة أخرى هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذا الحوار من منشية المساء مع رئيس مؤسسة جستيسيا الحقوقية الصديق الدكتور بول مرؤوس أهلا وسهلا فيك مساء الخير لألك شخصيا لأننا نتصبح ونعيش على صوتك الله يخليك وعلى الإدارة الكريمة وعلى كل فريق العمل أهلا وسهلا فيك مجددا وبذكر المستمعين أنه من يريد متابعة وقائع هذا الحوار مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت ملان Voice of Lebanon 100.5-100.3 بيقدر اعتبارا من هلأ ينطلئ بهذه الرحلة دكتور مرؤوس بداية بدي روح على تكليف الرئيس الحريري اللي يسر له أكتر من شهرين بحسب الدستور النص واضح بس عمليا مين بيقلف الحكومة في لبنان؟ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وهي بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف هاك جاي الفقرة أربعة من المادة 53 من الدستور مش حكيين عن الصهر ومش العكس مش العكس يعني السلطة السلطة بيد الرئيس واتلقوا الرئيس ما في غير رئيس جمهورية رئيس الوزراء المكلف بس في رئيس هو الذي يولى أمر تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف يعني خليني فوت تقنية مين بفوت تشكيلة الحكومة؟ الفقرة صريحة خليني نسمع ما بده يعني المادة 53 فقرة أربعة يصدر ضمن صلاحياته الرئيس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ببساطة يعني هو رئيس جمهورية السلطة في يده ليش؟ لأنه منطلق التكليف هو في يد رئيس جمهورية بالنهاية هو الذي كلف رئيس الحكومة فهو المرجع معنى ذلك كترجمة عملية أنه رئيس الحكومة بيرجعله بطبخة بتوليفة بتشكيلة من بعد ما يكون شاور النواب مشاورات غير إلزامية يعني كل من النواب أو الكتل بتطالب بعدد بحقائب بيسموها التعبير المسخ لهجين وزارة سيادية ووزارة خدمتية فيما اليوم وزارة البيئة ربما أكثر الوزارات أهمية فكلنا ناسين هالموضوع وهكي بنحكي بوقاحة وبفجور وبقلة حيا عن وزارات سيادية خدمتية يعني الهدف شو؟ الهدف نكون أقوياء بأنفسنا والبلد عبيفرد تعزيز السلطة الهدف شو؟ علاقات النفوذ وخدمة المحاسيب ها هي وزارات الخدمتية شو معناتها والسيادية؟ كيف ما بفهم أنا الفرقاء السياسية نتبه على اختلافهم معظمهم لما نظلم الكل على الأقل معظمهم تما نظلم ونعمم كلهم بيحكوك بهالمنطق ما حدا بيتمعن ولا شوي أنه على الأقل لازم يكون عنا حياء اللفظ عم نلفز أمور بوقاحة يعني أخلاقيا مبجوز بعدين رئيس الوزراء المكلف مقيد بثلاث شروط ما في غيره وهي أولا ينزل يعمل مشاورات غير الزمية بمجلس النواب عملها بيسمعنون وبيعمل اللي بده إياه يرجع للرئيس بعدة مشاريع لحتى يتفق معه عليها تاني شرط أنه هو ينال موافقة الرئيس الأمر الثالث يرجع ينال موافقة مجلس نيابي اللي اسمه ثقة نيابية مش ضروري يكون عنده لا إجماع ولا شبه إجماع يكفي الأكثرية هيا الخاصلة أنه كل مرة بدنا نحن حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية حتى فعلا نعطي للمعارضة والمسائلة والمحاسبة وكل ما بدنا نمرق قرار بلج وزراء يصير عنا ميني بارلومان يا أما بدنا نحن نعمل صفقة أو بدنا نعمل مساومة أو بدنا نأجل الموضوع هيا معناتها رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع حكيت عن ثلاث أمور مقيد فيها إذا صح القول لرئيس الحكومة في شغلة مش مقيد فيها أبدا المهلة مش صحيح هيت لنشوف في مهلة شو هي مش ضروري المهلة تكون بالنص بشو وين بدأ تكون الأمور الأمور أعمار هيت لنشوف أعمار يعني مع والأمور معك رحيت 11 شهر رحقلك أنه ليش هذا الشي غلط الأمور أعمار والأمور أخلاق أعمار يعني بالمدرسة بيحطولك نظام للمدرسة رهيب الشكل شو بيدخل بالتفاصيل الساعة كذا بيرن الجرس وقت يرن الجرس بتتحلقوا بين بعضكم البعض بتوقفوا ع باب الصف بعد ما توقفوا ع باب الصف بيجي المناظر بيقلكوا ننزلوه بتنزلوه واحد ورا التاني دولين ورا بعد توصلوا شو بتعمل وياساعة بترجعوا وكيف ترجعوا الدستور ما فيحط كل هالتفاصيل لأنه ما عبيتعامل مع ناس ولاد صغار مفترض عبيتعامل مع ناس من قامت رجالات الدولة من هيك وضع دستور ما بيدخل بالتفاصيل مش نظام مدرسة هو فالمهلة مش يعني إذا مش موجودة بالنص الدستوري ما في مهلة متل ما منقول مش صحيح في مهلة بالأخلاقيات السياسية ولأرجع لك قانون أكتر تم الناس تبتسم وتقول شو وين بعد في عم نحكي بالنظام باللبنان نعم لا في بالمبادئ الدستورية العامة وبالفقه الإدارة مش بس الدستوري الإدارة في بيسمى المهلة المعقولة دي ليري زونابل بتشكيل الحكومات مين بيقدرها مش مين بيقدرها كيف تقدر وتقاس تقاس بالأيام وإن طالد فبالأسابيع بس مش بالشهور رح أعطيك رح أعطيك رح أعطيك تجربة مقارنة بالدول من دول العالم ما تحكي عن مهلة لرئيس الوزراء المكلف بتقلي ما طرحت هايك أشكاليات نعم طرحت بتقلي قايمتها بقلك عأيام الرئيس أولاد وكيف حلت حلت بكم يوم صار فيه رئيسين وزراء واحد أصيل واحد مكلف وتعاونوا شوي كم يوم لو ما فيه مهلة بعرف هناك النظام شبه رئاسي بس آخر شي الأخلاقية سياسية هي بتحمل تحكم العمل السياسي رح أعطيك مثل آخر صار معنا بلبنان إنه النواب ما نزلوا على المجلس النيابي ينتخبوا رئيس فوق السنتان صحيحة الكلام أو لا أديم ولا جديد بس صاروا على تجربتان ورا بعض تمام معنى شو ذلك ما فيه أوضح عندك مواد 73 و 74 و 75 معطوه فيه على 49 من الدستور شو بدك أكتر من هيك مواد بتنظمهم كيف بدون ينتخبوا بس هن إذا ما حابوا ينزلوا ما حابوا يحابوا يقاطعوا حابوا يعطلوا غير موضوع بمعظمهم أقلوا مش كلهم ما فيه الدستور يجي يحط لك نظام مدرسة بيتكل الدستور على الحد الأدنى المفترض بالعمل السياسي ولعطيك مثلا اليوم بالعمل المدني اللي هلأ العاب يسمعوا وبيفهموا أكتر علي إذا بيعملوا أحلى كونترا مبكلينوا إذا النية إذا النية مش موجودة لتطبيقه وين بيصيروا بالمحاكم شو يعني يعني بينطروا قده بيدفعوا قده ويرهقوا قده معنى ذلك العبرة تكمن مش بس بالنصوص بالإرادة على إعمال وتطبيق النصوص بس المشكلة عنا نحن إنه السياسيين هني بيفسروا النصوص وهني ما بيطبقوا النصوص هال مشكلة وما في حد نعم بيحسبهم وقت صندوقت الاقتراع منضل النق أربع سنين نروح منسوتهم هال مشكلة البعض بيطرح دكتور بول مرقص حل لها القصة إنه فليقدم الرئيس المكلف تشكيلي حكومية مباشرة إنه سير فيه تعديل دستوري إلى مجلس النواب فإما أن يوافق المجلس على ذلك وإما أن يعتذر الرئيس المكلف بتشوف مثل هيدا الحل هلأ عمشيل هون دور رئيس الجمهورية طبعا لا كيف الحكي لا رئيس الجمهورية اليوم عنده كتير من السلطات بس بده يمارسها القوة الرئيس والرئيس القوي تكمن بشو تكمن بمدى السهر على أحكام الدستور بمفهوم المادة 49 من هالدستور يعني هو مجلس دستوري متنقل هو أكتر من رئيس سلطة هو الوحيد اللي يخسم اليمين كمان معنى ذلك شو بس كيف نصرفها نصرفها أنه ما يكون عنده كمان بمحل معين أي انحيزية أي يعني يعني دخول في هذه العلاقات النفوذ أولا عم تحط الأصبع عالجرة يعني كما بموضوع تأليف الحكومة هذا هو الرئيس القوي بهذا المعنى القوي بهذا الشيء بهذا الصفر اللي عنده إياه مش اللي بيكون كتلته جزء من كتل التيار آخر ما بحصل هلأ نحكي فيها بس أنا عم بحطيك قبل كمبادئ دستورية لأنه هو الضامن هو الضابط وقال له إذا كل هيك سلطة بتتنازع هي التانية وبتعمل اللي بيحلو لقلها ما عندك بقى مايسترو يضمن لعبة السلطات رئيس جمهورية في لبنان ضروري لأبقاء على صلاحياته ومطرح معين ضماني إنهم يرجعون له هو سوباب دستورتي لحتى فعلا هو يزهر على حسن تطبيق دستور دستور لبنان اليوم مع بيتطبق هلأ صلنا شهرين معطلين تطبيق الدستور مش يعني إذا عملوا حكومة نحلت لأمور مش يعني رايح يعملوا للحكومة اللي نحن هنلله بس خلا نتعود بقى على لعبة الديمقراطية يعملوا الحكومة اللي بتناري ثقة بس حكيت عن الحكومة دكتور بول مرقوس هون كمان بفتح بالنقاش كلام البعض طالب بحكومة تضم كفاءات تكنقراط يعني منهم البترك الراحي خليني روح على سؤال أعمق شوية ممكن نقلف حكومة تكنقراط في لبنان بعد الطائف طبعا ممكن ليش اللي مش ممكن كيف ممكن ليش ما بده شي لأن ما في منع حيث لا مش صحيح حيث لا منع في الدستور يعني الإباحة القاعدة العامة في مبدأ اسمه الأصل هو الإباحة يعني المبدأ هو الإباحة والقيد هو الاستثناء بالعلم الدستوري طالما ما عندك منع أو قيد أو تحريم أو حذر أو تقييد معنى ذلك الأصل يعود أنه فيه حرية بالتشكيل للحكومة ما في شي بيمنع تكون من التكنقراط لبل أحسن بترفع الموضوع وكيف ممكن هوني نأمن أنه السلطة السياسية عم نحكي بإيد مجلس الوزراء يعني العائلات السياسية الكبرى في لبنان العائلات الروحية كلها بدا تكون ممثلة مباشرة من خلال الأحزاب ومش من خلال شخصية تكنقراط مين قال لك أنه هيك لازم تكون هيدا تشويل لا في تجربة واحدة صارت حكومة الرئيس نجيب ميقاطي بصرف النظر قداش كم مرة صارت نحن عم نحكي مبدأ المبدأ ميكين ولا مرة يصير بس هيدا ما بيعني إذا ما صار أنه ما عد بوجود اليوم بدي أقلك الدستور ما بيحكيش عن الحكومة كحكومة ولا مرة تلفز هيك بيحكي عن السلطة الإجرائية هيك اسمها بالدستور شو السلطة الإجرائية إذا بترجع للقموس بعلم اللغة الإجرائية يعني من الإجراء اللي بتاخد إجرائية إجراء إجرائية السلطة التنفيذية في لبنان آه إنه شو لازم نمثل الكل بمجلس وزراء حتى يتناطحوا كلهم ببعضهم أو كل ما بدنا ناخد قرار الكل بدون يحكوا وبدون يناقشوا هل بيفهم وهل ما بيفهم وهل عنده مصلحة وهل ما عنده مصلحة وين بيصير منبر الحوار صار ما بقى بمجلس النواب صار مجلس وزراء منبر حوار هيدا العمر مش صحيح وصار مين المجلس مجلس النواب هو اللي بتحاوروا فيه وبيتناقشوا وبيعملوا هيداك الجدل اللي بدك إياه بس السلطة بالدستور اسم السلطة الإجرائية يعني بيفتح الدستور حتى ما اسم السلطة التنفيذية بس هون عم تطرح مشكلة كمان تاني يعني عم ترجع تحكي وحكيت قبل شوية كمان عن حكومة الأكترية ببلد نعمل فيه انتخابات وفق قانون النسبة وإنه فيه مشكلة تمثيل والكل خليون يتمثلوا لما بنروح على حكومة أكترية ما بتضرب هالمنطق هيدا لأ شو اللي بيدرب أكتر دخلك نضال مدون حكومة هلأ رأيي اذا بقل لك شو رأيي اتنين بقل لك الصراحة حتى لو تشكلت حكومة نعم إذا بدك تشكلها من كل الأفريقاء شو عملت نقلت حجز النواب بس لما نعملت قانون نسبي يعني واضح أنه الفكرة الأساسية مشاركة أكبر قدر ممكن لماذا بتعمل اتلاف شو المشكلة لش الأنظمة النسبية بالعالم بأوروبا هي ما بتوصل وبتعمل اتلاف كواليشن تحالف نحن قدرين نوصل للمرحلة هون شو المشكلة المشكلة فقط أنك أنت ما تمثل طواقف هيا المقصود بها عبارة العائلات الروحية مش المقصود أنك تمثل كل الكتل السياسية والأحزاب والطيارات السياسية يعني أنت ما تستثني طائف بعينها عند التشكيل تبي مش أنها تستقيل هالطائف برأيك ما بتفقد الميثائية لا طبعا ما بتفقد الميثائية أكيد ما بتفقد الميثائية تصور لك بكرة أقلية لكان مجلس الوزراء تحب تستقيل نكون من وزيرين أو ثلاثة شو رأيك أنت هيدا الشي بعطل أقلية نسبة لمجلس الوزراء ما هنا عم نحكي عم نحكي عن تشكيل مجلس الوزراء إذا إلا متنصار بالطائف الشيعية وقت اللي استقيله ثلاثة وزراء وإلا خلص يعني شو إلا معنى بقى المادي 65 من الدستور اللي بتحكيك عن التصويت بتحكيك عن التولوثين لكن خلص وقف هون قول أنه فيهم اتنين تلاتة من أي طائف فيه طواقف مقلف من وزيرين أو ثلاثة مجلس الوزراء وفيه وزير أو أقلية بيكون وزير طب بيستقيل شو بيصير تعطي كل الحكم يعني صبح وهيدا هو الواقع أنت شايف أنه ما فيه صغرات هيدا التشويه للواقع بس الدستور مش هاك الدستور مش هاك الدستور الميثقية تشكيل السلطة عن تكوينه مش من بعد بتفوت على المجلس وزراء بتعطي للمادة 65 اللي بتحكيك عن التوافق فإذا تعذر فبالتصويت لكن ما بقى له معنى التصويت وما بقى له معنى التلت والتلتين صرت لكان يعني متل ما تفضلت وقلت وزير واحد بكرة بيقلك غابت طائفة عن الحكومة أنا استقلت حلة بقى لا شو يعني يا بدنا نعمر وبدنا نكفي وبدنا نعيش يا أما خلينا وقفين هون يعني واضح دكتور بول مرقوس أنه فكرة حكومة الائتلاف الوسط حكومة الوحدة الوطنية ها فكرة أنه يعني كيف بدنا تضل ننبش على كيف ننعطي كيف ننجمد كيف ننحط عصب الدوليب ها ما بتبني الحقيقة بعد أفضل يكون في سلطة ومقبيلة معارضة أنجح حقيقة مرات الجمود قاتل أكتر من الحركة السلبية للصراحة عد ما يكون عندك ملاحظات بس تعد جمد بلد فعليا صار لك 7-8 سنين هلأ جمد تمقلك من 2005 يعني في الوزير تمقلك من 2005 يعني إذا بدي سير بقلك 5 سنين الوزير زياد بارود بيقولها أنه لبنان على طول بحكومات تصريف أعمال حتى لما كانت عم تحكم عم بتكون حكومة تصريف أعمال بشكل عام بدي روح على معايير التمثيل اللي عم تطرح مثلا لما نطرح معايير التمثيل كل أربع نواب إلهم وزير هاي دي كمان نواين بالنصوص الدستورية مش موجودة مش موجودة الانطلاق منها فيك تقلف حكومة من 3-4 حزاب ويكون في قتلة نيابية ما لا تمثيل ولا وزير روحي على المعارضة وصارت ايه مهم عبرلك شو تمثل ببعنا المادة 95 وبمعنى مقدمة الدستور ومقتضيات العيش المشترك والميثقية هي أنك أنت وقتل عم تشكل تشكل من كل المذهب والطواقف على نحو يحترم العرف الدستوري اللي قام من الـ 26 مروراً بالـ 43 لليوم وبالـ 90 طبعاً اللي هو الحفاظ على مكونات هذا النسيج الاجتماعي عند التشكيل مش كا سلاح بي إذا في ساعة بدأت تسلع لا مش كا منيبولاسيون بعدين لا أنت تمثلت خلص أعود على كرستك صوت أعطيني رأيك مش تعطل هي ثقافة التعطيل هي المشكلة بأكتم المحل موسيقى كتير طيب لا ما بيسوا كمان أننا نتسقف عليها عم نتسقف صرنا فيها عم نتسقف على شيء تاني كمان صرنا ماطرين كيف فينا نعطل وكيف فينا نحط عصب الدوليب وكيف فينا نعمل إمكانيات لحتى نجمد العمل بدل ما نشتغل بدي يروح معك دكتور بول مرقص على شيء آخر بعطيك مسأل واحد بس من 2005 اليوم بأنون الأنبوتسمن ليه ما تعين الأنبوتسمن من 2004 صادر الأنون صادر الأنون ليش ما تعين ولا مرة بس نوضح للناس وسيط الجمهورية يعني اليوم الناس تقدر تروح تشتكي عنده صار في عنا أنون ليه ولا مرة بركي ما شافوا إنه في مجال للشكوى كله تغير بتوريخ الأنونين ما فيك تغربني بس بال2004 كانت الوزير بقردوني بركي إذا مني غلطان وخصوصا بأنك تسحر أذان المستمعين طلع الأنون بال2005 بأربعة شباط 2005 ليش هيدا ما تعين له الأنبوتسمن مثلا لو كانون الشراكة من القطاعين العام الخاص إديش قتلنا لا يطلع طلع طلع بس وينه وين تطبيقه ولا مرة عم بسرنا يكون عنا حظ ونصيب طبقه تب ليه برأيك أنه هل نيجي بتعطيل فيه مدولات بمجلس الكونجرس الأمريكي وفيه اجتماعات عم بتصير لجان الشؤون الخارجية إخيرها بأيار وفيه مدولات حول لبنان بدنا نتبعها بدنا نعرف وين راحين فيه أنون هلأ هلأ راح نحكي أنه نتيجة التعطيل شو هي فيه 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 تنقيب عن النفط نطرنا بدك عشر سنين إذا كان عندك إرادة جدية لتبلش تحصد بدك كتير أمور نطرة هالبلد مش حرام وقفين البلد نحنا بعدنا منتعارك آخر شي صدقني القصة أنه ديش طالعلي بالزيد أو بالنيس هاي دي مثلا هلأ حكيت من شوية عن موضوع الحقائب السيادية حكينا عن حصة الرئيس كمان هاي أمور غير دستورية طب حصة الرئيس دستوريا فيه شيء اسمه حصة الرئيس من سنة الـ 2005 من بعض الطائف خليني أقول مع الرئيس الهراوي ويمكن كان فيه عرف قبل حتى قبل الطائف كان كل رئيس يجيب مجموعة وزراء بيرتاح لأذائها بس اللي عم ينطرح حلق مع الرئيس ميشيل عون أنه يمكن من المرات القليلة الرئيس هو من حزب ومن طيار عنده تمثيل وازن وعم يخد هو حصة وازنة هون المشكلة اللي ممكن عم بيصير هيدا الموضوع تكرس باتفاق الدوحة غير دستوري لأنه بتعرف وقته ضم السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية سواء عن نفس الطاولة اتفاق واحد صار فيه تسميه لرئيس الوزراء قبل ما يروحوا يعملوا اجتشارات صار فيه تشكيل لحكومة قبل ما يرجعوا صار فيه تخصيص حصة لرئيس الجمهورية أنا ذاك هيدا اللي يكرس هذا العرف اللي بتحكي عنه إنما العرف الدستوري له شروط كي يقوم أولا أن يكون له اعتياد وهي مش مشكلة ساعد اللي بدك بتلاقي شوازات قد ما بدك صايرة والشرط التاني أن لا يخالف القواعد الدستورية القواعد الدستورية تبه هلا ما في شي مانع هلا عم بيتكرر يعني ما في مانع ما في مانع لبل مرات عم بيكون إيجابي الموضوع يعني بمعنى أنه مرات الرئيس ما بيكون ما بيكون عنده كتلة نيابية ساندتو لا بأس أن يكون عنده بعض المسميات في الوزراء حيلة الرئيس إسلاميان مثلا مثالا نموذجا نعم اليوم هلا هذا اللي بدي أطرحه أنا أنه بدنا نجمع حصة الرئيس يعني الرئيس يختار حزبيين لا يكبر كتلة معينة هون السؤال لازم ما لازم ينحط ضوابط لهذه الحصة يعني الرئيس يفكر بأشخاص لازم يتمثلوا بالحكومة وما قدروا تمثلوا مثلا الانتخابات النيابية صحيح عم تحكي أو يستعين بتكنقرات مثلا من خارج السياق ليطعم فيهم الحكومة صحيح عم تحكي هذا أمر صحيح هذا شعر كتير مزبوط لازم يكون مقاربة الرئيس بهالإطار برأيها لأنه كمان مطرح معين بدك شغيلة بالحكومة على أيام الطائف يبقى فيه لجنة العتالة فيه ناس بدون يشتغلوا من هيك كمان اليوم بالمجلس النيابي فيه عندك مشكلة هلأ فيه عم بيبين بعض القانونيين اللي بدون يشارعوا بس فيه عندك مشكلة ندرة المشرعين رجال أعمال أكتر من المشرعين بالحكومة نفس الشيء بدك ناس تشتغل خليني روح معك على محور آخر في هذا الحوار عبر صوتي لبنان رئيس مؤسسة جيستيسية الدكتور بول مرؤوس تشريع الضرورة موقفك معروف من هذا الموضوع خلينا نوضحه بداية بدي أول أنا في التزامات للبنان كدولة مثل مصاربي مؤتمر سادر ولا أحكيتم شوية عن موضوع التنقيب عن النفط وكل الأمور هات شو الحل لإقرار التشريعات اللازمة لمن عندنا هالمشكلة هلأ ما فيك تشريع ليه لأنه ما عندك حكومة قائمة مزاولة هلأ الحكومة هي تصريف أعمال وبعض الطائف والمصدحة العليا إذا كانت تقتضي لا النص واضح من حيث تقليص حتى مفهوم تصريف الأعمال يعني صار تصريف الأعمال سمي بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال حتى فعلا ما يصير فيه يعني اجتماعات للحكومة ولا قرارات ولا قرارات لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة يعني هلأ معتبرة مستقيلة مع بدء ولاية المجلس نيابي جديد إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال فكرت نام المادة 64 تابعت كيف؟ وبالتالي هون بالمعنى الضيق يعني ما فيها إلا إذا بدي أفترض صار أمر جلل على نحو حرب أو زلزال لا سمح الله آه بتجتمع الحكومة شي غير مرتقب بس قبل التسعين كانت تجتمع حتى بالمفهوم التصريف الأعمال عندما يكون فيه ضرورة ضرورة مثل ما سميته مصلحة البلاد مثلا إقرار موازنة سنة الخمسة وسبعين زيادة ملاك عديد القضاة صار فيه اجتماعات للحكومة ما فيه مشكلة بس هلأ ما بقى فيك تعملها فتنرجع ونقول أن الحكومة عندما تعتبر مستقيلة هون يصبح مجلس النواب حسب المادة التسعة وستين هلمرة من الدستور في دورة انعقاد استثنائية هيا بتكون حكمية حكما يعني حكما حتى تأليف الحكومة حكومة جديدة ونيلها ثقة مجلس النواب يعني لضرورات انعقاد أعطي هذه الصلاحية بالفقرة ثلاثة من المادة التسعة وستين وقال لك كيف بده هو يستضيف على الحكومة تتجي تمثل أمامه لتناني الثقة إذا هو مش قادر يجتمع من هيك وجدت ما وجدت للتشريع وجدت لاحتضان الحكومة تينزع عنها الثقة أو يعطيها الثقة يحجب الثقة أو يعطيها الثقة فقط لغير مش للتشريع بيبقى السؤال انه هو بروح على العقد تشريعي عادي بتشرين الأول نحن تماما هل بوقته فيه شريع لأنهاي صارت نقطة البحث هلأ نقطة البحث ما بقى هلأ عارفين انه الحكومة متولة تماما فبتشرين نعم يصبح في عقد تشريعي عادي بيقدر يشرع كيف بده يشرع بس بزول عدم وجود حكومة كيف بدت تحضر الحكومة أمامه ما هي حكومة تصريف أعمال لو حضرت بأشخاصة إفرادية مش هيك ككولاج ما بقى لا حق تجتمع طيب طلح يتم شريع الأقوانين اللي هي بيعطتهم الحكومة للتصويت بالهيئة العامة لمجلس نواب إذا بدت تسترد نص تسحب مشروع أو تعدل فيه أو تاخد موقف يا خي رئيس الحكومة آه هو بينطق باسم الحكومة بس مش عن الحكومة مش هو بيخد قرار على الحكومة هو بينطق بسياسة الحكومة كيف بده يجمعها لو ياخد قرار قبل ما ينطق باسمه طب كيف بتاخد موقف الحكومة مش هي بتاخد موقف ما فيها من هيك كمان بتشرين بشروا بقول بالعقد التشريع المقد القادم بتشرين تاني يعني كمان ما فينا نشرع الحل تقليف الحكومة إيه لأنه الدستور ما افترض هيك بيصير ما تخيل وضعوا الدستور سنة الستة وعشرين مش هلا ونقلا عن دستور الف سممية وخمسة وسبعين جمهورية الثالثة بفرنسا والدستور البلجيكي والدستور المصري أنا ذاك اللي استوحى منه كله نوضي المشترع الدستوري لبناني دستورنا ما تخيلوا عقله ما تخيلوا عقله ما سيعوا عقله يعني إنه ممكن المؤتمنين على الحكم يروحوا شهور من دون حكومة كذلك ما تخيلوا عقله إنه ممكن النواب يروحوا سنين من دون انتخاب رئيس جمهورية قبل عم تفهم علي المشكلة مش بالنصوص كمنا حالات غير مرتقبة مش ممكن ارتقابة لأنه هيدا على يعني هيدا يساوي سوء النية لسمح الله أعطيت صورة كتير دقيقة عن الواقع اللي نحن فيه دكتور بول مروس من هك المشكلة في الأخلاقيات السياسية وليس في النصوص الدستورية مش عم نحاضر بالعفة كل مننا له عيوب بس عم نحكي الدستور وفي حد أدنى وفي حد أدنى وشو الحد الأدنى محور آخر في هذا الحوار مع الدكتور بول مروس بدي افتحه معك الحرية العامة بالفترة الأخيرة شفنا ملاحقات استنادا لتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا يكون مستهدف رئيس الجمهورية وأحيانا عم يكون مستهدف رئيس تيار حزبي معين معيار الملاحقة أحيانا مش كتير واضح متى يكون هناك انتقاد ومتى يكون هناك تجريح وتعرض لشخص ما مطلع الأحوال هاي الملاحقات منى ملاحقات قضائية هاي بمعنى عم يتوقفوا بس هاي بعد تبهي علي بعدك بمرحلة التحقيقات مش يعني أنه اليوم شخص ملاحق ما في بحقه شي إلا إذا أحيل هون عم بيصير فيه مرات كتير كان من مكتب جرائم معلوماتي في قوى الأمن الداخل استماعي لهؤلاء بإشارة وتحت إشارة النائب العام وكذلك مرات عم بعرف من قبل مرات الأمن العام اللبناني أيضا وغيره بس ستحكي هون يعني بالمعنى المتمادي لعبارة ملاحقات قضائية مش عم بيصير إلى هذا الحد إلا إذا طبعا صار فيه ضوئيف أو صار فيه حالي للمحاكمة هون بتصير تحكي قانون بس نقطع قبل ذلك عم بتكون قبل ذلك أو بوستو عم يشوف هذا اللي بدي أصله أنا بس أقولك أنه قبل ذلك قبل هذه المرحلة هون عم بتحكي عن استخدام السلطة يعني أقدر أنا فاهمه ريسيري فاهمه يا يعني بحالة إزعاج لهؤلاء بس تتحكي قانون بس تحكي بالمرحلة اللاحقة فأنا بنزه القضاء وبرق من هلأ بقلك إذا صار فيه يعني بكرة بالمعنى الملاحقات القضائية بمعنى ادعاءات وإحالة للمحاكمة ما تشد إيدك أنه فيه يعني هالعقوبات الجزازرة بحقهم إلا طبعا بحالات فيها تجريح ومس بالكرمات بشكل واضح بس إبدأ قراء بس بزيت الوقت بزيت الوقت الفيسبوك صاير منشر غسيل يعني مش عم بكون وسيلة للتعبير لا فيه عم شوف بعض الخطبات أنا اللي عم بيتلاحقوا بهالمعنى فيها أو بكرة بيتحاكموا مش مقبولة كمان ليش بدي تلفز إنسان إذا مفكر مثقف حبيب درأي سياسي ليش بيتلفز بهالألفاز اللي فيها إزدراء بكرامة الآخرين وحط من قدرون وشأنهم مش مضطر مش مضطر لك أستاذنا اليوم إنه عم بيحكي ممكن واحد يطلع شي كلمة بس كمان هو عم بيكتب بديروه شوية المشكلة إنه عم بيكتب للشاشة أوقت كتير مش عارف لو هال رايحة الأمور كمان هذي بيعقله باللوعي عنده بينزل من دوما ينتبه لا الفيسبوك ببلاد العالم معظمها مش مستعمل على النحو المستعمل فيه بلبنان لا كمان بزيت الوقت فيه شتيمة كمان بطرح معي بدنا نكر بالعمر وخلافه بس كمان فيه شتيمة غير مبررة بمواياع التواصل دكتور بول مرقص بتكون عم بالتابع يعني يقال عن الرئيس ترامب ما لم يقوله أبو النواس بالخمرة كمان وما في حدا قرب على حدا بتقلص صراحة مش بس الرئيس ترامب وقت الدرست بولد المتحدة الأمريكية بتاكسس باوستن يعني معقله لرئيس بوش الصغير ما فيه سيارة تمرو بالكاد غير ما عليها I hate you بوش تبه تخيل هاي بلبنان لك ما فيه مشكلة فيها حتى هاي العبارة بس ما فيه تعرض بالمعنى لإنسان لكرامته ما فيه تعبير بزيئة عم بيصير فيه شطط برجع أقول على مواقع التواصل بدون يروقوا هالشباب اللي عم يكتبوا يعبروا قد ما بدون على الأرأس يسيلا نظل نقدر ندافع عنهم بس وطي بلسوا يستعملوا عبارات فيها مثبات وفيها الزراق فيها تحقير لحتى القارئ اللي بيمكن نتعاطف معهم متضامن معهم بيش مقز بدون يروح معك على محلتين كيف تروقهم الأنون ليش ما بيصير يعني أنونيا وسائل التواصل الاجتماعي غير ما إلا ما إلا أنون حاليا ما هال مشكل يعني نحن أنون مطبوعات أكتر شي عم نناقش نصوص تتعلق بالسيبور إلكترونيك المخطوطات الإلكترونية صارنا من سنة الألفين وهلأ يمكن صار اللي جن نيابية بحست الله وشهنا الخير النايبي غن وجلول وهلأ صارت قبل باللجن تكنولوجيا المعلومات والنائب سامر سعادي كمان مقدم وهلأ الشيخ نديم نص وهلأ الشيخ نديم لبأس بها للمحاولات فعلا عندك ملاحظات عليهم شفتون لا جيدين بالمعنى العام بس لكن ما بجوز كمان أنه صارلك هلأ 17-18 سنة بتناقش مشروع أو اقتراح قانون بجوز وهلأ اليوم الأفكار اللي اختينا مننا نحن يعني سينياتور الالكترونيك الـ 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 كدش يقيه بالعالم هالتوقيع الالكتروني السلطة المصادقة عالتوقيع الالكتروني إلى ما هنالك من مفاهيم عصرية طب ما هي عبتتطور وعبتستفيد هالبلدان العمالي ننسخ أو ناخد أفكار منها على الأقل عبتتطور عبتستفيد من إخفاقاتها ونحن عم نصير ندرس مشاريع صارت قديمة لأنه هالتطور كتير سريع ما بيجوز لأنه فكرة التعطيل اللي بلشنا فيها حلقتك اليوم ما بيجوز أنها تتسحب على جميع المجالات وأنه نصير نتباها إذاش الواحد بيقدري عطل التاني وإذاش الواحد يعني عم يعطل بلده دود سياسي فيه يعني عم يعطل عم يوصل للي بدوية هو عم يعطل بهدف فرد إرادته أوقات كتير عم بتكون هالوسيلة ناجعة إذا بدنا نقول سياسية هي بس هي عم تضره عم تضر بلده عم تضر الكل اللي لازم يكون سد منيع أمام هاك محاولاته من التعطيل والناس لازم تتحرك أول كل شي كانت بسناديق الاختراع بعدها كنا بنحكي إذا لازم طيب نعود ننزل على الشوارع لأنه كمان مش من السهل تنزل اللبناني على الشارع كل يوم والتاني عندما بتنزله بتخطفله تخطفله حماسه عبر منظمين غير محترفين عبر وضع أهداف أكبر مما لازم خلافا لما يسمى الادفاكسي بلانينج علم التحرك اليوم يلي بيضع هت هت يعني مطلب صغير بحقه بيعود يروح للتاني مش بيطلب إسقاط حكومة وإسقاط نظام درشو ما بعرف شو عم بيقوله مش هيني كمان في مسؤوليات على الكل مطرحة معين اللبنانية لبنانية تحديدا أنا بدي أرجع معك يعني منشوي حكيت عن الانتخابات وكيف انتخبوا اللبنانيين ما بيكفي إنه نحنا نظل ننتقل السلطة مين السلطة شو السلطة شي جهاز غريب عنا يعني صح نطائر لبسونا كنا هيدا ننسبة ل كتير من القوى الخارجية اللي كانت بلبنان طيب مطرح معين هلأ شو لعب يمنع اليوم إنه نحنا نقدر نقلع ببلدنا إذا بتشوف قدش ملتهبة هالمنطقة السورية العراق اليمن ليبيا تركيا بارح الدهور اقتصاديا يعني وصلة على الحضيد العقوبات الإيرانية يعني بتمنى العقوبات الأمريكية على إيران بتمنى ما يصير فيها تنفيسة بلبنان ويدفع التمن لبنان لأنه عندك موجة عقوبات جاية بنوفمبر كمان أأسى وأشمل بموضوع الغاز والطاقة والبنك المركز الإيراني يعني لبنان بعده قادر يوقف حرام ما نكفي فيه حرام ما نحضنه حرام سياسة التوجيع المتبادل سياسة التعطيل المتبادل حتى اليوم ما بعرف يعني هاللي عم بيعطل مين مكانه شو مكان عم بيعطل إن كان حكومي أو مبارح مجلس نواب أو أولة مبارح انتخاب رئيس الجمهورية ما عنده ولاد ما عنده أحفاد ما عم بيشم هالمناخ ما عنده زبالة بدو يرميها يعني فيه حد قدنا بدنا نطلع فيه حرام اللبنانيين ما يقدموا بخيارات صحيحة بصرد الاقتراع كانوا حرام ما يقدموا بتظاهرات هادفة بمطالبات ناطجة ترمي إلى تحقيق أهداف واضحة دقيقة حرام نختفلهم حماسهم واندفاعاتهم كانوا بكل هذه المطالبات الشعبية اللي صارت يلي برجع أقول لك خطفناها وما فينا ننزل اللبنانيين كل مرة على الشارع اللبنانيين شعب مثقف شعب مهموم شعب عم بعاني شعب خارج من محن من مقاسي من حارب طويلة بعدها لليوم مستمر أشكال الكهرباء والماء والطرقات شوية صحو الضمير حكيت عن تعطيل أمور كتير بلبنان ونزول اللبنانيين إلى الشارع الصيف الماضي من صيفي تاني فيه شغلة تانية كمان اللبنانيين كلهم كانوا عم بيطالبو بمكافحة الفساد وثلاثة رباع المعارك الانتخابية خيضت تحت هذا العنوان يعني بلد طائم سياسي جاب مئة مليار دولار هني زيتهم اجوا يقولوا أنه نحن بدنا نكافح الفساد هاي هالشعار هيدا برأيك قابل للتنفيذ بلبنان الكل اللي بيحكي متك أنه فيه فساد بس ما فيه فسدين لكن الأمور بدها كثير من المستويات مستويات تشريعية مستويات شعبية مستويات على البناء الحزبية والمدنية في البلد مكافحة الفساد مش بهاشي عاراتها رأي أعطيك أمثلة بكل مستوى من هالمستويات فضل عن بعض بحكيك عن التشريع مثلا بيجوز بعدنا لليوم عنا قانون للإسراء غير المشروع بيفرضك تحط كفالي 25 مليون ليرة إذا بدأ قدم شكوى أنت إسراء غير المشروع أنت رح تروح تحط ديبوزيت اليوم حتى أنتك مسؤول بإزاعة أو أنا محامة كديش بدنا نكون عم نقبض عم نحصل شهريا حتى نقدر قد ما نكون مستمتين في الدفاع عن القضية العامة وأضف إلى ذلك هونيك المسخرة إذا كفت التعقبات أو منعت المحاكمة في 200 مليون ليرة بدأ تدفع كمان بالنص نص قانون بعرف أنه هلأ فيه مشروع لتعديله بس سياسة تعطيل خلته يضع المستمر وموجود وهيدا قونا إلى الفساد قانون الإسراء غير المشروع الصادر بالخمسينات يلي عدل عشيد التسعة وتسعين هيدا قونا إلى الفساد تعطيل خلاك ما تقدر بقى تعدله طب بجوز اليوم ما فيه بالبلد برنامج حماية اللي يكشفيه الفساد وسل بلاورز قانون وسل بلاوينج نحن بجستيسيا عملنا هذا المشروع نعمل شي باللي جان وهلأ موجود بس ليش هلأ بدو يضله سنين طويلة وعشرات سنين ما يكون موجود وقت سبقتنا إله دول كتير متقدمة ودول أقل تقدما منا ما بيلفتك كمان النواب اللي بيصرحوا للمجلس الدستوري بيسرواتهم ولحد ديت اليوم ولا مرة فتحت هذه التصريح بسبب قانون إثرق غير مشروع اللي عم بشكيلك منه طب نحن بدنا نفتح مجالات تشريعية بدنا كنا ننتخب نواب مشرعين لحتى يعملونا هالأفكار ويغرسوها بالتشريع ليحمونا نحن كمواطنين مش نروح نصوت غرائزيا مناطقيا طائفيا اقطاعيا مصلحيا زبائنيا تبهت علي قدش مهم كان الانتخاب قدش كانت الفرصة قدش مهم كل وقفة وطنية بنعمله بالتظاهر بالتحرك بالاحتجاج بمقاطعات مقاطعة اليوم في مجتمعات استهلكية من المستهلكين يعني مش بمعنى السلبي بتأثر كتير على السياسات العامة لأنه بيقاطعوا بيقاطعوا يعني بيقلولك مثلا حملة مقاطعة الخلياوي من سبع سنين بلبنان أنه وقت تكون نسبتها لا تذكر نستحن أولى يعني ها ما بتوصل لمطرح معنى ذلك أنه بعدنا كلبنانيين عم نفكر إفراديا يعني بعده هالمثل السيء الزكر بيقلك أنه اللبناني بره بساوي مية لبناني زائد لبناني هون بساوي سفر للسمح الله للأشعب ضد وإلى اللقاء شكرا استشعر اللقاء اللقاء ترجمة نانسي قنقر